اشتركوا في القناة ووظيفة في المؤسسات الأكاديمية السعودية جميل جدا كنت أفصل هذه القصة سنتكلم عنها مع طبيبتنا ووظيفتنا عبر الأخمار الصناعية الدكتورة نيرمين زكزوق أهلا وسهلا فيك دكتورة نيرمين أهلا وسهلا شكرا للاستضافة أهلا وسهلا بداية دكتورة نيرمين نحب أن نبارك لك من هذا المنبر أنت فعلا من إحدى السيدات السعوديات التي رفعت رأس المملكة في عدة محافل نشكر لك هذه الجهود ونشكر لك رفع راية المملكة العربية السعودية في مواقف كثيرة وجميلة وعديدة وكمان حابين نتكلم أكثر على تكريمك بالجائزة الأمريكية للمخ والأعصاب شكرا لكي بالنسبة للجائزة أنا طبيبة متدربة في جراحة المخ والأعصاب في كندا وقررت أني أترك برنامجة زمالة لفترة مؤقتة أو يعني زي ما يقولوا بار تايم عشان يعني أكمل دراسات عليا في مجال الهندسة الطبية والابتكارات الجراحية فالحمد لله توفقت أنه طبعا أحب قبل حتى ما أنسب كل شيء لنفسي أكيد أن هذا الشيء ما كان رح يصير بدون الفريق العمل المتكامل والسوبرفايزر اللي بيشرف على رسالتي والتشجيع طبعا والدعم سواء من الأهل أو من المؤسسات الجامعات الكندية اللي أنا ملتحقة بيها فالحمد لله توفقت هذه ثاني يعني أنا لي سنة ونصد قريبا هذه ثاني سنة لي في برنامج الدكتوراه في المجال الذي ذكرته الهندسة الطبية والابتكارات الجراحية والحمد لله قدمت البحث الهيئة الأمريكية اللي جرحت المخلصات يعني أو بالانجليزي ما يعرف بي وهي من أكبر المنظمات معروفة عالميا يعني على مستوى أمريكا وكندا أو شمال أمريكا وأوروبا بصفة عامة وكان البحث زي أي لما أحد يقدم في بحوث تنافسية أخذ يعني البروسيس أو الإجراءات الطبيعية إنه يتقدم البحث تقعد انتظري كم شهر لغاية ما تحصل عملية فرز خطوات متعرف عليها تقريبا كنا أكتر من ستين شخص أيوة بالضبط كنا حوالي أكتر من ستين بحث تقدمت وجاء بعدين الجاني يعني خطاب اختار إنه اختير بحثي مع ثلاثة آخرين إحنا كلنا أربعة اللي سموهما يعني إحنا الأربعة بنتنافس على إنه مين اللي حياخد جائزة الانوفيتر أوف دي يير يعني أو مخترع العام فبعدها دعينا طبعا للمؤتمر وكان طبعا كل واحد المفروض أو طبيب يقدم البحث وكلها كانت أبحاث ممتازة ورائعة صراحة يعني حتى الأفكار الأخرى وكان في عملية تصويت وبعدما الأبحاث تقدمت في المؤتمر في مطلع شهر أكتوبر اللي فات في أمريكا الحمد لله يعني ما كنت صراحة متوقعة بس توفيق من الله أولا وأخيرا كان التصويت اللي صالحي وأنا اللي أخذت الجائزة يعني كان التصويت إنه البحث اللي أنا قدمته طبعا مع فريق العمل التمعي هو اللي حاز على يعني أكتر تصويت من الأطباء والموجودين في المؤتمر ما شاء الله دكتورة نرمين نبارك لك الجائزة الأمريكية في المطلع العصاب كذلك حصلت على جائزة من جامعة تورنو الكيندية تحكينا عن هذا التكرير هو أنا البرنامج الزمالة اللي بقى أسويه في جامعة ميكماستر في مدينة هاملتون في كندا بس الدكتورة في مدينة مجاورة لها مدينة تورنطو هي من أكبر مدن كندا والجامعة جامعة تورنطو فالأبحاث كلها مرتبطة بجامعة تورنطو فاللي حصل أنه طبعا بعد ما أخذت الجائزة هذه في المجال ده بالتحديد ما كان فيه قبل أي ريزرنت أو طبيب مقيم قد أخذ جائزة زيدي بيسموها هناك عندهم فالليها قيمة جدا فصراحة جاتني إيميلات من مدير قسم الجراحة المخوى العصاب ورئيس قسم الجراحة في جامعة تورنطو بيهنؤوني وطبعا مع المشرف على العمل أو الرسالة والمشروع تبعي والحمد لله الدكتور حابب كان أنه في المستشفى اللي هو إحدى المستشفيات مستشفيات الجامعة مستشفى اسمها ساني بروك ألقى محاضرة هناك وصلت الضوء على العمل اللي أنا قمت بي وفريق العمل كله فكان حابب يدشن هذا التكريم أنه هذا شيء أول مرة في الجامعة تورنطو أنه أحد يحصل على جائزة دي نتيجة الأبحاث وهي طبعا جامعة لها باع طويل في الأبحاث وبيحصل على جوائز عديدة أنا لن أكون ما أكنت الأولى ولن أكون الأخيرة بس زي ما ذكرت هذه كانت جائزة لها وزنها بزيادة كانت الأولى من نوعها في هذا المجال وبالنسبة للجامعة يعني دكتور نرمين شيء غير مستغرب على سيدات الوطن أنهما ما شاء الله يبدأ يبتكذوا يعمل بحثات وممكن تفيد البشرية ككل ليس فقط المملكة العربية السعودية لكن لما نجي نتكلم عن بحثك ذكرتين أنه في إجابتك على أول سؤالنا لك أنه البحث أخذ البروست الطبيعية وأخذ الإجراءات الطبيعية وسوتي وقدمتي لكذا مكان ممكن نعرف أكثر إيش كانت أهم أهداف هذا البحث إيش ممكن يفيد البحث المخ والأعصاب طبعا والله هو الحكاية كلها بدأت أنه أنا شغوفة بالبحث العلمي يعني هذا الشي في ناس من الأطباء بيقرروا أنهم ما يكون بس تركيزهم على العمل الكلينيكي ممارسة المهنة فأين كان المجال والبحث العلمي طبعا مهم مقتصر أكيد طبعا يعني على جراحة المخ والأعصاب فهي الحكاية بدأت أنه أنا قررت أني يعني كان عندي أكتر من فكرة ابتكارية بدأت يعني بشيء جدا بسيط مجرد أنه الواحد يدخل غرفة العمليات ومع ممارسة المهنة وفترة التدريب والاحتكاك بالبيئة هذه وكوني شفت أكتر من عملية يعني وأنا واكفة في غرفة العمليات بفكر في نفسي أنه لازم يكون في طريقة أحسن نطور بها الشيء يعني معقولة يعني الكلام ده خلينا نقول من 2016 كنت في نفسي أقول معقول إحنا في 2016 ولسه العملية دي بتتسويب نفس الطريقة دي يعني على قد الأجهزة وعلى قد التطورات أكيد أنه في شيء أحسن فهي المسألة تبدأ بأنه الواحد عنده شغف أنه يطور يعني كان يمكن مجمل البحث دكتورة نيرمين كيف يوظفها كممكن نكون مجمل البحث كيف نقدر نطور من العمليات اللي إحنا بنسويها للمرضى سواء كانت عملية في المخ والدماغ ويتطلب أنه فك يعني حاب أنه أنت تغيري الطريق القديم المتعارف عليها بالضبط عشان أكون يعني دقيقة أكتر بالنسبة للمشروع حقي والبحث هو بيعتمد على أنه بنستخدم تقنية هي التقنية نفسها في حد ذاتها ما هي تقنية جديدة أبدا هي نفس التقنية اللي بتستخدم في التلفزيونات في دور السينما والعرض والبروجيكتورز في الهواتف الذكية يعني التقنية في حد ذاتها ما هي اختراع جديد بس هو فينا الفكرة الفكرة في أنه إحنا أخذنا التقنية دي ووظفناها في أجهزة طبية اللي هو جهاز الملاحة الجراحية أو ما يعرف بالنيورو نافيجيشن لما المريض بيدخل يسوي عملية سواء عملية في الدماغ أو في المخ أو في العمود الفقري دائما هذه اللي هو الملاحة الجراحية بنحتاجها عشان نحدد بدقة موقع أو المكان سواء كان ورام أو سواء كانت عملية لإزالة غضروف في العمود الفقري يعني أي إن كانت فهذا شيء يعني روتين متعارف عليه من سنوات بنستخدمه بس العملية في حد ذاتها عشان يحصل تسجيل الجزء من الدماغ أو العمود الفقري اللي نبغى نسوي فيه العملية البروزيس نفسها بتاخد جزء من العملية هذا كله قبل للعملية أصلا تبدأ ففيها تضيع وقت فيها جزء يعني بمعاييرنا إحنا الجراحية نعتبر إنه جزء لا بأس به من المساحة الأغلاط اللي إحنا ما نفضل طبعا يعني لو نبغى نعمل العملية طبعا ب يعني zero error زي ما يقوله بدون أغلاط طبعا هذا الشيء اللي الواحد دائما يطمح لي إن شاء الله فهذه التقنية بس إحنا أخدناها اللي هي يعني التصوير الطبقي أو التوبوغرافي ما يعرف ب optical topographical imaging فالتقنية هذه أخدناها ووظفناها بحيث أنه نستخدمها في العمليات تفيدنا في أكثر من يعني نفيد الأطباء وأيضا نفيد المرضى دكتورة نعم طبعا هو التركيز كله على المرضى هو التركيز كله على المرضى الطبيب كده كده ممكن بيقف في العملية لعدد ساعات طويلة فهو أنه يكون الواحد إنتاجيته أكثر يعني مور إفشينت وفي نفس الوقت ما نحتاج نستخدم أثناء العملية نفسها عشان نتأكد مثلا من موقع المكاني اللي إحنا نبن نستقصل فيه الورم أو نبن نتخذ منه الغضروف يعني هو الدسك في العمود الفقري ما نحتاج لا نستخدم الأشعة التصويرية اللي هي الإكس راي ولا الإماراي ولا الأشعة المقطعية يعني عشان كده طيب دكتورة نرميل خليني أسألك إيش السبب تعتقدي في سبب اعتذار الجامعات السعودية عن استقطابك هل هي ممكن تكون إجراءات التعيين أنه يكون امتداد التخصص دقيق مثلا والله هذا حديث له شجون الصلاحة يعني بس باختصار يعني هو اللي حاصل أنه إحنا ما عندنا تركيز يعني طبعا بتكلم عن المملكة ما عندنا تركيز على حكاية الأطباء اللي بيعملوا بحوث وبحوث معتبر ذات قيمة يعني أنا طبعا ما أنكر أنه في عندنا أبحاث بتصير بس هي الفكرة مش بالكم أو بعدد الأبحاث يعتمد إيش هو البحث وإيش مدى تأثيره وهل فعلا يحدث نقلة نوعية أو طفرة في سواء دواء سواء استخدام جهات سواء في عملية أو في أشياء غير عملياتي أنا بتكلم بصفة عامة فهذه هي الأبحاث اللي هي فعلا بتنشف مجلات أو الدوريات العلمية العالمية اللي الكل يعني في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا بيقرؤوها وبيطلوا عليها وبيتبنوا هذه مثلا التقنية الجديدة اللي طلعت بس للأسف التركيز عندنا في المملكة بالتحديد أنه الطبيب المبتعث يخلص درجة الزمالة وبالكثير يسوي له سنة أو سنتين اللي هو ما يعرف بالتخصص الدقيق أو الفيلوشيب وخلاص يرجع يمارس المهنة وهذا طبعا مهو شيء غلط البشرية تحتاج دكاترة أكيد مش لازم كلنا نطلع باحثين بس هو جرت حتى العادة في الدول الأجنبية يعني يمكن ما لا يزيد عن 30% حتلاقي في كل برنامج مثلا في كندا وأمريكا اللي من الطلبة أو الأطباء اللي هم الأطباء المقيمين بيقرروا أنهم يتخذوا منحة مختلف أنه عندهم الرغبة هذه والشغف بالأبحاث فبرة بتلاقي دعم كبير ولو حنفكر ببساطة جدا كل الأدوية هذه كل الأجهزة كل التقنية نتكلم حتى على الطب أو غير الطب لو حنفكر هي نتيجة أبحاث نتيجة السنين طويلة من الأبحاث يعني التلفونات اللي بنستخدمها الأشعاعات اللي لوحدا بروح مستشفى كل شيء حواليك لو حتفكر فيه أي حب الدواء هي ما جات في يوم وليلة هو فيه ناس قاعدت سنين تعمل ماجستير ودكتراه وبغض النظر حتى عن وما بعد حتى الدرجة العلمية بيقعدوا يسويوا أبحاث وهذا الشيء شغفهم أو التاج نخدمهم يعني نتمنى لك كل التوفيق وشكرين لك مداخلتك مشاهدين مكملين معكم البرنامج أتروح بيد واصلوا واجعي